بس هنيجي فوقتها وهنتكلم هنروح طبعا لتنس الطاولة ويمكن عايزين نحط هيرايتس عن هانا جودة هانا جودة الحقيقة تصدرت التصنيف العالمي للنشاءات تحت 15 سنة على فكرة كذا شهر وعلى بعض هانا بتقدم أداء متميز في البطلات المحلية والدولية الحقيقة هانا ما شاء الله يعني ربنا يحميها بينتظرها مستقبل باهر احنا حطين عليها أمل كبير جدا جدا خلي بالكم في السن ده بيبقى مؤشر هتأمل إيه لما تكبر وكسبت بالرغم أنها عندها 15 سنة بطولة جمهورة الكبار وكسبت وبالرغم أنها عندها 15 سنة كل دي مؤشرات أن هانا جودة ماشية على الطريق العالمي يمكن يعني عايز أقول لكم أنه في مواقع كتير جدا على تصويت على أحسن رياضية مصرية منها ميار الشريف وغيره وغيره هانا جودة بسنها دي دخلة في التصويت 15 سنة ودخلة مع السيدات اللي عندهم 20 سنة 21 و23 و24 و28 و28 سنة فالحقيقة اللعبة دي أو هانا جودة بينتظرها مستقبل باهر وهي ميدن أهلي يعني أنا عايز أقول لكم أن هي منذ ناشئتها وتعليمها وإذا ما يقولوا بنعمة أظافرها في النادي الأهلي وكانوا عاملين لها بالمناسبة كانوا عاملين لها ترابيزة على قد طولها لأنها كانت زغيرة عندها 29-28 سنين الترابيزة العادية ما كانتش بتوصلها فعملوا لها ترابيزة على قدها عشان تتمر لما لقوا فيها الموهبة والحقيقة هي دي بتبقى برضو أفكار برا السندوق لما تلاقي موهبة كبيرة وإنت محتاج تحافظ عليها مش هتستنى لما تكبر فأنت بتبقي تشتغل عليها ودي تنس الطولة في النادي الأهلي الحقيقة على طول بيخرجوا أبطال